تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية تموينية ومستندية عينية بمضبطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 386 قضية من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 804 أطنان شكرا